في نفس السياق الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء للأشقاء في ليبيا في ضحايا العاصفة اللي ضربت البلاد وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على فيسبوك أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد وأؤكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع أشقاءنا في مصابهم الأليم وتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدتكم معا كمان أصدر الرئيس السيسي توجهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمسندة للأشقاء في ليبيا وللمغرب أيضا التي ضربها الزلزال